لتصليق الضوء على آخر التطورات بخصوص هذا الملف ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ خارد الشجراوي الخبير في الشئون العربية والإفريقية ما سأل خير أستاذي الكريم؟ أهلا وسهلا طيب أستاذي إعراب وزراء خارجية دول الخليج مؤخرا بالمنامة بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن موقف واضح بخصوص مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كراءتكم لهذا الموقف وكيف يمكن أن يخدم الموقف المغربي؟ أولا هو موقف جد إيجابي خاصة في هذه الظروف التي يعيشها العالم العربي ونحن نعلم أن العالم العربي كان دائما منهمكا في قضايا الشرق الأوسط وفي القليل من الأحيان كان يهتم بقضايا الغربي العربي لكن حاليا أعتقد بأن هذا الموقف جد إيجابي وقد وعت المنظومة العربية بأن هذا المشكل يمسها أيضا بحكم أن أمن أي بلد عربي يمس أمن جميع البلدان المسألة الثانية وهو أن المغرب يشكل عنصرا أساسيا في الأمن العربي وهو عنصرا أساسيا أيضا في التحالف العربي في حروبه حاليا في مجالات الشرق الأوسط وهو يسير على نفس الخطأ التي تسير فيها الدول العربية وخاصة دول الخليج حضور وزير الخارج الأمريكي في هذا النطاق مهم للغاية أولا بحكم أولا انتمائه للحكومة الأمريكية ثانيا أنه عنصر أساس في الحزب الديمقراطي الذي لدينا معه مجموعة من المشاكل في هذا النطاق وأعتقد بأن سماعه لهذا الموقف سوف يعدد الموقف المغربي خاصة فيما يجول حاليا من بعض القراءات وبعض التحضيرات في إطار المجلس الأمن الدولي في انتظار صدور التقرير الأممي حول بعتة المينورسو على ذكر التقرير أستاذ الكريم شهر أبريل هو موعد سنوية يناقش فيه مجلس الأمن الدولي التقرير الذي يرفعه المبعوث الشخصي للأمينة الأممية كريستوفر الروس حتى نبسط للمشاهد الكريم هذه العملية كيف يتم إعداد هذا التقرير أولا هذا التقرير هو يعد من لدن مجموعة من الموظفين التابعين للأمم المتحدة وتابعين بالأساس للمبعوث الأممي كريستوفر الروس وهناك مجموعة من الشخص تعملوا في هذا الإطار ينطلقون انطلاقا من مجموعة من المعلومات التي يجمعونها من مجال الصحراء المغربية وأيضا من المخيمات والوضع الأمني والتقني فيما بين المجالين كما أنهم يمكنهم أن يجمعوا جميع المعلومات سواء كانت مظاهرات استثمارات مثلا سوف نجد بأن هذا التقرير سوف يتحدث عن الاستثمارات المغربية في الصحراء سوف يتحدث عن الوضع في الأحوال الشخصية سوف يتحدث عن الوضع الأمني التقني إلى غير ذلك تستجمع كل هذه الأمور ويعد التقرير المشكلة هنا ليتدخل المبعوث الأممي الخاص خاصة كريستوفر روس وبعض المرتبطين بمكتبه وفي هذا الإطار تكون هناك العملية التقنية لكن المهم هو العملية السياسية وفي هذا الإطار قد تطرح مجموعة من الأفكار ومجموعة من المقترحات وأيضا مجموعة من العبارات التي بالإمكان أن تسيء أو أن تكون إيجابية ولكن في الغالب نحن نحطط من كل ما يسيء إلى قضية الوطن وفي هذا الإطار أعتقد أن الدولة المغربية تتدخل بقوة لحجب وإيقاف مثل هذه التمريرات مجلس الأمن هل يعتمد في صياغة موقفه النهائي فقط على تقرير المبعوث الشخصي أم هناك قنوات أخرى يعتمد عليها في صياغة موقفه النهائي التقرير الأممي أو تقرير المبعوث الشخصي مهم للغاية وهو يشكل مصدرا أساسا لقرار مجلس الأمن كما أنه يشكل مرجعا مهما بالنسبة للوثائق ويسجل على أساس أنه وثيقة رسمية لكن القرار الذي يستصدر من مجلس الأمن هو مخالف يعتمد على مجموعة من المشاورات السياسية على مجموعة من الإطارات التي أولا يجب أن تنبني على اتفاقات يجب أن تنبني على مجموعة من التناقضات التي قد تحصل في إطار مجلس الأمن في بعض الأحيان بحكم أن لدينا خمسة ممثلين دائمين ولدينا باقي الممثلين غير دائمين في بعض الأحيان تكون هناك الكثير من النقاشات سوف يستمعوا أيضا لموقف المغرب لموقف الأطراف في هذا النطق واعتقد في الغالب هنا اعتفقت نموذج تقرير 2015 الذي كان التقرير المبعوث الخاص جد سلبي بالنسبة للمغرب لكن أتى القرار الأممي نوعا ما إيجابيا بالنسبة للمغرب بحكم التوافقات السياسية وأيضا الجيوستراتيجية التي ترتبط في المجال هو الأستاذي الكريم المغرب يحضر نفسه لجميع السيناريوهات الآن على تطورات الأخيرة الموقف والعلاقة المتوطرة مع الأمان العامة للمنظمة الأممية وأيضا مع المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس إلى أي مدى يمكن لهذه أو لما حدث أن يؤثر في مصار القضية داخل الأمم المتحدة أولا المغرب كان واضحا في هذا الإطار وهو توضيح مسألة أساسية أن المشكلة المغرب ليست مع الأمم المتحدة ولا مع البعض ولكن مع شخص الأمين العام وربما أيضا مع شخص مبعوته الخاص في هذا الإطار الأمر واضح ولذلك سوف يتبيننا فيما بعد بأن موقف مجلس الأمن كان جد إيجابيا من هذه القضية ولم يقف للدفاع على الأمين العام بحكم أنه تجاوز مجموعة من اختصاصاته وأهمها هو الحياد في هذا الأمر أعتقد بأن المسألة سوف تؤثر نوعا ما في صياغة القرار لكنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على القرار الذي سوف يستصدر من مجلس الأمن بحكم أن المسألة تهم وضعا الأمم المتحدة فيه وسيط وليست طرف ثانيا أن المسألة مرتبطة أيضا بوضع جيوستراتيجية هش تعرف منطقة السحر والصحراء وأيضا منطقة حوض المتوسط إن على مستوى الإرهاب إن على مستوى مشاكل هجرة أو على مستوى الحكامة بالنسبة للدول التي شهدت الربيع العربي ونحن في مجال يعرف الدولة الوحيدة فيها التي تعرف نوعا من الاستقرار وأيضا التطور وتحريك عجلة الحكامة الجيدة يبقى هو المغرب وهو اللموذج الأمثل في هذا النطاق الأستاذ خالد الشجروي الخبير في شؤون العربية والإفريقية شكرا على التفاعل لكم شكرا